وضع جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم في محافظة العقبة حجر الأساس لمشروع مركز الحسين للسرطان مبنى الملك عبدالله الثاني بن الحسين بهدف توسيع قاعدة خدمات هذا المشروع الحيوي على امتداد محافظات الجنوب الأربع المركز الجنوبي سيوفر رعاية طبية متقدمة وفرص الكشف المبكر عن السرطان في محافظات الجنوب المقدر عدد سكانها بسبعمائة وخمسين ألف نسمة ومن المقرر إطلاق المرحلة الأولى من المشروع في الربع الثالث من العام المقبل على مساحة سبعة دونومات تقريبا وسيعمل في مركز العقبة تسعون موظفا من أصحاب الاختصاص والقطاعات المساندة مشروع العقبة سينشر الوعي ويعزز دور مركز الحسين كمؤسسة وطنية تعنى بعلاج السرطان ورعاية مرضاه بحسب إدارة المركز ارتعينا أن تكون خطوتنا الأولى بعد عمان إلى الجنوب مركز بالعقبة سيغطي المحافظات الجنوبية هذا المركز سيوفر على المرضى والمراجعين من الجنوب قدومهم لعمان نحن نعرف مريض السرطان يحتاج القدوم للمركز بعمان عدة مرات عشرات المرات حقيقة للمراجعة لذلك الآن ضمن هذه الخطة لا حاجة للمريض أن يجعل عمان سنقدم له التشخيص والكشف المبكر والعلاج الكيماوي ضمن بيئته وضمن ما هو موجود بمكان سكنها